عبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن سعادته بالزيرة ناظره الروماني لمصر والتي تعد الزيرة الأولى لرئيس وزراء رومانيا منذ عشرين عاما وخلال مؤتمر صحفي مشترك أوضح مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من مليار دولار العام الماضي مشيرا إلى أن مصر طلبت زيادة استيراد الحبوب من رومانيا بالطبع أثناء النقاش ركزنا على بعض المواضيع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكذلك التبادل التجاري بين بلدين الذي وصل إلى أكثر من واحد مليار دولار في العام الماضي ونحن على قناعتنا أن هذا المجال هو أحد الأسس لتعزيز العلاقات التجارية وتناولنا كذلك بعض المجالات الأخرى التي من خلالها يمكن تعزيز حجم التجارة البينية ومن دواعي سعادتي أن أقدم لكم سعادة رئيس الوزراء وكذلك السادة وزراء الزراعة واختلاف الوزارات وكذلك التعاون في مجال الأسميدة والبتروكاميويات والبضاء الأخرى التي تجد مصر لديها الفرصة لتصديرها إلى رومانيا وعلى الجانب الآخر نطلب من سعادة رئيس الوزراء زيادة استيراد الحبوب من رومانيا حيث أن رومانيا أحد المنتجين الأساسيين للحبوب في أوروبا وفي العالم أجمع موسيقى